السلام عليكم أصدقائي نتمنى تكونوا في أجمل أحوال هاد نهار نقدم لكم تاجين ديال القلب ديال البقري خليكم معايا أصدقائي باش تشوفوا المقادير وطريقة تحتير bonjour et bienvenue dans ما شايني Votrochain j'espère que vous allez bien aujourd'hui je partage avec vous تاجين de coeur de vous restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation بالنسبة المقادير cette vidéo en vient de la joies vous pouvez vous ajouter la commandeune qui vous aimez avec la joie parce que le corps vous pouvez vous plaindre un petit peu et un petit peu ماتم نحتاج بسلا متوسطة الحجم أو صغيرة مختار قطع صغيرة فالصين ديال التوم ونحتاج أيضا التوابل بلنسبة التوابل نتكورها بالتفصيل وانا كان حدر هاد الوصفة موسيقى موسيقى سأستمر أصبح ، وضع أصبحت في الكرة في أول فكرة لذلك كما أردت في الكرة في أول فكرة كما سأستمر على الحاجة 400 دقصة تومات 1 اونة خوطة 2 أصبات وضع أصبحت وأصبحت les épices premièrement je vais prendre le coeur et je vais le couper en petits morceaux ou bien en carré juste entre parenthèses vous pouvez remplacer le coeur de vous par le coeur d'agneau أول شيء أصدقائي سنأخذ القلب ديالبقرة ونقطعه إلى قطع صغيرة أو إلى مربعات صغيرة كما قلت نقدر نعوض للقلب ديالبقرة كما قلت بالقلب ديال الكبش أو ديال الخروف ومن بعد ما انتهيت من تقطيع القلب نأخذ آنيتين اثنين ولزج ديال الأواني ونقسم هذه الكمية واحد الكمية سنوضحها في الطاجين واحد الكمية سنقليها بسلسة الطماطم تقدر توضعه وصفة واحدة أصدقائي ولكن أنا وضعت وصفتين اثنين كما قاتحبو كمتورة خزيرة لزيارة و فقطzzo فقط رقم ، ليس كم أكثر ستة سترة أكثر و مع الشئ وizi خزيرة لفظهر ويقيقة كمتورة لذيارة وما شئ تحت الإدعاء ، كمتورة صغيرة وذيادات الكريم خزيرة لذيوم إجابة محلقة أمجزة محلقة أمجزة وحلقة في حضر أبداً محلقة إذا لم تكن المحلقة سيديك في مزيزة تبعون بالتقال وكذلك وكذلك أحضر سل وكذلك السيدة المصبوع ونضع فيه ملح الملح على حسب الذوق والرغبة نضع فيه ملعقة صغيرة حتى ملعقتين الصغار مع دنوس الجاف ونضع فيه ملعقة صغيرة الفلفل الأحمر الحلو ملعقة صغيرة الكمون نصف ملعقة صغيرة الخرقم قصبر يابس مطحون أو جاف مطحون واحد شوية السكنجبير أو الزنجبيل وضفت واحد شوية الفلفل الأسود ونغلفه ونوضعه في التلاجة نتركه مدة ساعة ما كان عندكم الوقت ما بين 15 حتى 30 دقيقة بالنسبة للصحن الثاني أو الوعاء الثاني نضع فيه رشوية ديال الملح وشوية ديال المعدنوس الجاف نقدر نعوضه بطري ونفس الشيء نضعه في التلاجة نتركه 15 حتى 30 دقيقة ملعقة صغيرة نتركه ملعقة صغيرة جدا ملعقة صغيرة جدا ملعقة صغيرة جدا ملعقة صغيرة جدا من ديال التوم ونوضع من ثلاث حتى الاربع ملعقة ملعقة ملاعقة كبار ديال زيت الزيتون تقدروا تخلطوا زيت الزيتون مع زيت المائدة أيضا ونوضحها على نار هادئة نتركها غي واحد شوية انها تدبل شوية البصلة من خمسة حتى الست دقائق من بعد نضيف لها القطاع ديال القلب ونقص على النار جيدا ونحركها من خمس دقائق الخمس دقائق نحركها جيدا باش ما يتلسق ليش وعلى حساب التاجين إلا كان ما يتلسقش من الأحسن أنا ننقص على النار ونتركه يطيب على خاطره أو يطيب على نار مهيلة تركه ما بين عشرين حتى الثلاثين دقائق وكان عارفوا جيدا أصدقائي أن الطاجين ياخد وقت كتير في الطهين وبالنسبة للوصفة الثانية أصدقائية رح ناخد مقلة نوضع فيها شوية زيت زيتون ملعقتين حتى الثلاث ملاعق ديال الزيت الزيتون ونضيف القلب ونتركه يتقلى نوضع النار خمسة الرقم مربعة حتى الخمسة نتركه يتقلى جيدا من خمسة حتى العشرين دقيقة تعرفوا جيدا أصدقائي أن القلب ديالبقرة ياخد كتير وقت باش يطيب تقدروا توضعوا حتى في الكوكوت أو طنجرة الضغط نتركه يطيب جيدا من بعد نضيف له سلسة الطماطم أصدقائي ونحرك جيدا نتركه خمسة لدقيقة احنا ديجا وضعنا شوية ملح ما كان علاش أننا نضيفو الملح حتى ندركو إلا كان خاصو شوية ملح ما قدرون نضيفو فالأخير بعد 5 منوات كهر مارنين لنهيث وطنجل وطنجل ومجرس حتى أصدقائي ومجرس وفاق أمسط وطنجل 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 فالأخير وطنجل 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 لسنجل سأمسط لأخير ومجرأ وضع 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 deuxième recette je vais prendre la poêle je vais mettre entre 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive mettre les carrés de coeur ou bien le coeur j'ai mis le sel et le sel et le persil au début après 15 minutes il faut bien cuire le coeur de vous car il prend un petit peu de temps c'est pas comme le coeur de l'agnon ou bien de mouton et après 15 minutes 15 à 20 minutes je vais ajouter la sauce tomate moi dans cette étape j'ai pas ajouté du sel car j'ai déjà mis le sel dans le coeur vous pouvez goûter à la fin et vous ajoutez il manque un petit peu de sel même vous pouvez ajouter un petit peu de poivre si vous voulez après la cuisson de de coeur je vais ajouter un petit peu de persil frais ou bien c'est comme vous voulez comme décoration et j'ajoute un petit peu de citron confit si vous n'avez pas le citron confit vous pouvez ajouter juste un petit peu de jus de citron à la fin. Depuis que tu as le corps que j'ai besoin dans le corps le c'est à l' Garage d'A危-éis, on peut rajouter un petit peu de moins d'ickmédiat à l'Aimeon, on peut voir un petit peu sur l'Aimeon, on peut rajouter un peu sur le corps de l'Aimeon, on peut rajouter un peu de la cuisson, on peut rajouter un petit peu sur l'Aimeon et on peut rajouter un peu sur l'Aimeon. تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس بشيو صالكم كل جديد وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله بحول الله et voilà mes amis ما رسيته pour aujourd'hui si vous avez bien aimé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo شكرا شكرا